أنا فخور بنتائج شركاتنا الفرنسية نتائج الشركات الجيدة نتائج جيدة لمواطنين هو خلق لمناصب شغل جديدة وفتح لأبواب معامل هو إمكانية استثمار وتطور فخر وزير المالية غضب لمواب المعارضة رواتب الفرنسيين الذين لا يستطيعون العيش بمدخول عملهم لن تزيد إذن لكن رواتب أصحاب الفوائد الكبرى زادت بتسعين في المئة في ظرف سنتين هي ثمانية ملايين ونصف المليون يورو وهذا أمر لا يزعجكم الخمسمائة عائلة الأكثر ثراء بفرنسا ضاعفت ثرواتها خلال ولايتكم الأولى لتصل لألف مليار يورو أي ضعف ميزانية الدولة وهذا أمر لا يزعجكم فرنسا قريبا استثناء أوروبي في الوقت الذي تفرض فيه إسبانيا، بريطانيا، إيطاليا وألمانيا ضرائب إضافية على الشركات التي تحقق أرباحا هائلة حكومة بورن تمتنع عوض ترك الأرباح وإخضاعها للجبايات دون أثر مباشر فضلنا أن نضع الشركات أمام مسؤولياتها وتحقيق نتائج ملموسة وما تصفه الوزيرة الأولى بالإجراءات العملية خفض مؤقت لأسعار البنزين لمجموعة كتوتال موقف غير مفهوم تقول الاقتصادية أغغلاليك هذا أمر غير مفهوم وغير مبرر وغير مسؤول في نظري نحن في حاجة لرؤوس أموال منذ شهر مارس الوكالة الدولية للطاقة تقول الأوروبيين ستتوفرون على 200 مليار فوائد كبرى ما سيمكنكم من مساعدة الجميع على مواجهة الأزمة الطاقية الحالية وأوسطنا بفرض ضرائب وتلك كانت أيضا توصية المفاوضية الأوروبية وهو رأي وسط الجواب الفرنسي في وقت حرج بالنسبة لسندق الدولة غير مفهوم الإمكانية الأولى يتعلق الأمر بموقف إيديولوجي الإمكانية الثانية نحن أمام دولة لم تعد ليبرالية بل نيو ليبرالية لأنها تستعمل الأموال العمومية لمساعدة الأقوى وهذا أمر يتعارض مع الدفاع عن الصالح العام مسألة أخلاقية للبعض مسألة عرض وطلب أبسط لآخرين الاقتصادي أوليفي بابو هي فقط أزمة عرض الطلب ينفجر والعرض محدود لاختفاء جزء من السوق توطال لا تقرر الأسعار لكنها صاحبة الحظ الأوفر إذا أردنا فرض ضرائب على المستفيدين الكبار فعلينا إذن مساعدة الخاسرين الكبار في الأوقات السيئة تبسيط يرفضه إيريك كوكريل نائب اليسار يندد بغياب عدالة جبائية مثير للجدر غريب أمر هذا المجتمع حين تتلقون الرسا أي مساعدة الأزور الضعيفة سنطالبكم وهذا ما ستشرع الحكومة قريبا بساعات عمل إضافية مقابل تعويد المشين لكن الشركات التي تحقق أرباحا سنعفيها هذا تناقض كبير وهو غير مقبول لسبب وجهه نحن نعيش أزمة مناخية غير مسبوقة في كل سنة سنعيش ظروفا وحداثا تستلزم تدخل الدولة واجب التضامن الوطني يفرض مساهمة إجبارية على الجميع إعادة توزيع عملي للثروات أم منادات رمزية بتضامن وطني فرنسا تستعد لشتاء بارد ساخن باريز إكرام بن شريف ميديان